الأستاذة شادية كانت بتسأل من حلقتين ماضي وبتقول إن لها أخت يعني بتعمل يعني سمعتها مش قد كده بتعمل اللي هي عايزة وبعدين بتقول هل لها صلة رحم وفيه أخ كان ليها لكن مش وجدين له أي طريق فكيف تتحقق صلة الرحم بنسبة الأخ اللي أنتوا مش لقيينه ده أتمنى على الله سبحانه وتعالى أنتوا تجدوه وتتم صلاة الأرحم طالما إحنا مش متعمدين لقطع صلاة الرحم أو إحنا اللي قاطعينها ده هو حد شبه مفقود بالنسبة لكم فندعو الله على الأقل أبسط شيء ندعوله بالتوفيق وإن كنتوا تلاقوه وإنه في نفس وقت ربنا يصلح ذات البين بالنسبة للأخت اللي هي بتقوله وضعها كده طب أنتوا قديتوا يعني أنتوا عملتوا إيه لما لقيتوها أنتوا نصحتوا لما نصحتوش قديت الدور اللي علي من واجب النصيحة ولما قديتوش لابد أن الإنسان حتى في حال خطأ الآخر مش على طول أتنكر وبعدين أقول لك هل ده لي صلة رحم لي صلة رحم بالقدر الذي طبعا لا يؤذيني لأنه الإنسان إذا كان سيء الصمعة لازم الإنسان يفكر أنا هتعقى مدخل ومطلع أبسط حاجة هتبقى رفع سماعة التليفون إن إحنا ما نخليش الدنيا مقطوعة أبسطها إلقاء السلام حتى ولو في سماعة التليفون يا ست شدية لكن قطع النهائي ده ما يمكنش القطع النهائي معناها إن إحنا كمان بنبعد عن الدور اللي المفروض نقوم به يمكن مرة تسمعنا يمكن ناخد بأيديها مرة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فربنا استثناء من الخسران الذي يكون عليه بعض الناس الخسران الخيبة وعدم إبصار الإنسان بحقيقة وجوده في هذه الحياة فأقسم الله بالعصر وفيها إشارة مهمة العصر إشارة إلى الوقت إلى الزمن والزمن ده وعاء يشمل أحداثنا فيه إحنا عندنا وعاء مكاني وعاء زماني وعاء مكاني هذه الأرض وعاء زماني هو اللي فيه معاء الأحداث تحدث فيه فأقسم بالعصر وهو آية من ضمن آيات كثيرة لله سبحانه وتعالى والإنسان لابد أن يبصر حقيقة الزمن أنه بيتقدم وبيجري بالإنسان وأنه هذه الأزمان وهذه الأمكنة التي تشهد حياة الإنسان عليها شريفة وعظيمة بقدر ما الإنسان يلتفت إلى وجوده فيها وجوده وهدف من وجوده وغايته من وجوده في هذه الحياة وبالتالي على الإنسان ما يستهترش بهذا الوعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان ويبصر لما الإنسان ينتبه لحقيقة وجوده في الدنيا حيبتدي صحح كتير من أوضاعه في هذه الحياة ولا يغفل عن الهدف الحقيقي من وجوده واستسنى ربنا من هذا الخسران الذي قد يطرأ على بعض الناس أو ربما على كثير من الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين آمنوا إيمان بالقلب ثم أطفى انتقل من القلب إلى حيز العمل وبعد كده كذلك من ضمن صفات هؤلاء أهل الإيمان اللي ربنا استسناهم من هذا الخسران اللي تواصوا فيما بينهم بالحق والصبر بالحق بالقرآن ومما في القرآن من آداب وأحكام بالحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبما فيها من خير عميم لمن أراد أن يهتدي بأنوارها كذلك بهذا الصبر الصبر على أداء الطعاط والصبر عن أن الإنسان يبعد نفسه عن المعاصي التي تغضب الله لأن دي صفات أهل الإيمان فإذا الإنسان وصل إلى هذه المرتبة فكان استثناؤه من هذا الخسران ترجمة نانسي قنقر